أبناء الأعزاء طلاب وطالبات الصف السادس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير درسنا اليوم في مادة العلوم بعنوان الحركة الدورية والاهتزازية عزيزي الطالب لو تأملت العالم من حولك فستجده مليئا بالحركات التي تكرر نفسها بانتظام أي خلال فواصل زمنية أو فترات متساوية فعقرب الثواني يكمل دورة كاملة خلال ستين ثانية أي خلال دقيقة واحدة والأرض تكمل دورة حول نفسها خلال أربع وعشرين ساعة أي خلال يوم واحد كما أنها تكمل دورة حول الشمس خلال ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وربع اليوم أي خلال سنة واحدة نصف كلا من هذه الحركات بأنها حركة دورية حتى حركات تنفسك ونبضات قلبك تتكرر خلال فواصل زمنية متساوية فالحركة الدورية إذن هي حركة تكرر نفسها خلال فواصل زمنية متساوية أي خلال فترات متساوية ومن أمثلتها دوران الناعورة وحركة كرسي هزاز وتأرجح بندول الساعة تشاهدون تمايل الأغصان بتأثير الرياح ورفرفة أجنحة الطيور وحركة الأراجيح وحركة وتر مشدود عند النخر عليه تدعى هذه الحركات بالحركات الاهتزازية فالحركة الاهتزازية هي تأرجح الجسم إلى جانبي موضع توازنه أو سكونه فإذا تكررت الحركة الاهتزازية خلال فواصل زمنية متساوية فإننا ندعوها حركة دورية اهتزازية ومثالها تأرجح بندول الساعة وحركة جسم معلق بناب ضمر بعد إزاحته عن وضع توازنه وحركة شعبتين نانا عند الضرب عليها وحركة الوتر المشدود عند النقر عليه إذن هذه الحركات حركات دورية اهتزازية وحركة الهتزازية عند إزاحة كرة معدنية معلقة بخيط لا يمتط عن موضع سكونها أو موضع توازنها الشاقول من النقطة A إلى النقطة B فإنها تعود إلى وضع توازنها وتتابع حركتها إلى النقطة C وبعدها تعود إلى وضع توازنها ومن ثم إلى النقطة B وبذلك تكون الكرة قد أنجزت هزة واحدة إذن من B إلى C هذه نصف هزة من B إلى C مع العودة هذه هزة كاملة وستتكرر هذه الحركة خلال فواصل زمنية متساوية لذا ندعوها حركة دورية اهتزازية قلنا بأن الحركة الدورية تكرر نفسها خلال فواصل زمنية أو فترات متساوية ندعو كل من هذه الفواصل أو الفترات بالدور في حين ندعو عدد الدورات أو عدد الهزات المزجزة في الثانية الواحدة بالتواتر إذن الدور هو الزمن الذي يستغرقه الجسم لإنجاز هزة واحدة أو دورة واحدة ووحدة قياسه الدولية هي الثانية أما التواتر أو التردد فهو عدد الهزات أو الدورات التي ينجزها الجسم في ثانية واحدة ووحدة قياسه الدولية هي الهيرتز والهيرتز يكافئ هزة في الثانية في الحركات الدورية الاهتزازية كما أنه يكافئ دورة في الثانية في الحركات الدورية الدورانية ويعطى الدور بالعلاقة دور الحركة يساوي زمن الهزات أو الدورات مقسوما على عدد الهزات أو الدورات في حين يُعطى التواتر بالعلاقة تواتر الحركة يساوي عدد الهزات أو الدورات مقسوما على زمن الهزات أو الدورات تلاحظون أن كل من الدور والتواتر هو مقلوب للآخر بسط أحدهما هو مقام للآخر ومقام أحدهما هو بسط للآخر أي أن الدور يساوي واحد مقسوما على التواتر والتواتر يساوي واحد مقسوما على الدور إذن الدور هو مقلوب مقلوب التواتر والتواتر هو مقلوب الدور تطبيق تهتز أجنحة يعسوب ستمائة هزة في الدقيقة احسب تواتر ودور حركة أجنحته إذن المعطيات هي عدد الهزات ستمائة هزة وزمن الهزات هو دقيقة واحدة أي ستين ثانية نكتب قانون التواتر التواتر يساوي عدد الهزات لأن الحركة اهتزازية وليس الدورانية مقسوما على زمن الهزات ودائما نستعمل الزمن بواحدة الثانية إذن يساوي ستمائة مقسوما على ستين فيكون الناتج عشرة هيرتز واحدة التواتر هي الهيرتز إذن ما معنى أن تواتر أجنحة اليعسوب عشرة هيرتز أي أن أجنحته تهتز في الثانية الواحدة عشرة هزات أما الدور فهو يساوي زمن الهزات على عدد الهزات ويساوي ستين مقسومة على ستمائة أي يساوي صفر فاصل واحد ثاني أو عشر الثاني ما معنى أن الدور هو عشر الثاني أي أن كل هزة لأجنحة اليعسوب تستغرق زمنا قدره عشر الثاني إذن في كل عشر ثانية تكرر أجنحة اليعسوب نفس الحركة كما يمكننا حساب الدور من العلاقة الدور كما قلنا هو مقلوب التواتر أي الدور يساوي واحد مقسوما على التواتر ويساوي واحد مقسوما على عشرة ويساوي صفر فاصل واحد ثاني تطبيق آخر تدور مروحة بتواتر خمسة هيرتز احسب دور حركتها وعدد دوراتها في الدقيقة إذن المعطى هو التواتر وقيمته خمسة هيرتز المطلوب حساب دور الحركة نعلم أن الدور هو مقلوب التواتر أي أن الدور يساوي واحد مقسوما على التواتر ويساوي واحد مقسوما على خمسة أي أن الدور يساوي صفر فاصل اثنين ثاني أو اثنان في العشرة من الثانية إذن ما معنى الدور هو خمس الثانية أي أن المروحة تقبل دورة كاملة خلال خمس الثانية مطلوب مطلوب أيضا حساب عدد دوراتها في الدقيقة التواتر التواتر هو خمسة هيرتز ما معنى التواتر هو خمسة هيرتز التواتر يعني عدد الدورات في الثانية وبالتالي فإن خمسة هيرتز تكافئ خمس دورات في الثانية فيكون عدد الدورات في الدقيقة هو خمسة ضرب ستين في الدقيقة ستين ثانية ويساوي ثلاثمائة دورة أبناء الأعزاء أرجو أن تكونوا قد استفدتم مما قدمت لكم أشكركم على حسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته